قررت شركة سلانتس استدعاء 194 ألف سيارة هجينة قابلة للشحن الخارجي من العلامة التجارية جيب بسبب مخاطر اندلاع حرائق مرتبط بمكون في البطارية تم اكتشافها بعد مراجعة روتينية تجريها الشركة لبيانات العملاء مما أدى لإجراء تحقيق داخلي وأخطرت صانعة السيارات الإيطالية الأمريكية باندلاع 13 حريقا أثناء توقف السيارات عن التشغيل تماما وكان سهم سلانتس تراجع بوتيرة حدة خلال تعاملات الاثنين بعدما حذرت مالكة العلامات التجارية دوج وكرايزلر وجيب من تحقيق نتائج أعمال سنوية دون المتوقع